محاولات تقارب تركي مع نظام الأسد ودعوات مستمرة للمصالحة بين أبناء الثورة والمجرم المجرم الذي قتل وهجر الملايين من الشعب السوري تزامنت تلك التطورات مع عمليات انغماسية للفتح المبين في جبهات اللادقية وحماتة وإدلبة وحلب كبدت عصابات الأسد خسائر بشرية فادحة فما الذي يحاك للثورة السورية في كواليس المفاوضات هل سنشهد مرحلة جديدة في مسار الثورة السورية وهل وصلت الرسالة لمن يختبر مبادئ وعزيمة الثوار تساؤلات كثيرة نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور والذي يأتيكم يوم الخميس الساعة السادسة مساء بعد الموجز الإخباري مباشرة اشتركوا في القناة